جهاز حماية المنافسة بيثبت تورط 8 شركات منتجة للأجهزة المنزلية والقهربائية وتجار تجزئة في التلاعب بالأسعار أيوة تعالي هنا بقى ونتكلم ونقول يعني هنا بقى الرقابة لما بتشتغل الله ينور أولا ده الشكر كان فيه تلاعب آه لأن الأسعار ما كانتش طبيعية إيه أسمع تلاجة عادية تعديت 30 ألف جنيه وغسالة 35 و40 إيه الأرقاء وتلفزيون مش عارف بكام اللي هيتجاوز يجيب منين يعني يعني ولا اللي عنده جهاز باص في البيت يجيب منين ولا اللي عايز يجيب حاجة في بيته جديدة عنده قديم يجيب حاجة بدلها كانت حاجات مرعبة فكان لازم الكلام ده بقى شغل الرقابة الله ينور كل التحية والتقدير لجهاز حماية المنافسة اللي قرر ثبوت المخالفة في حق هذه الشركات ليه بقى قرر ثبوت هذه المخالفة لمخالفاتهم لأحكام المادة سبعة من قانون حماية المنافسة المنافسة والأسعار في السوق في قانون بينظم الكلام ده كله ومنع الممارسات الاحتكارية كل ما هو احتكار تموا بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين زي ما قلنا كده قريب فاكرنا ما تكلمنا أسبوع الفاتحة عن موضوع الفراخ لما قالك كده فيه فيه ووجبنا دكتور عبدعزيز ووضح لنا أن فيه اتفاق يتفقوا فينزل سعر معين غير السعر اللي طالع عشان يبقى فيه أبواب تربح خلفية واحتكار الموضوع ده مشابه لللي احنا تكلمنا عليه في الفراخ بس هنا بقى ايه في الأجهزة الكهربائية ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات وتعديل العقود المبرمى مع التجار وإدالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع انتوا عارفين حضراتكم احنا ايه المصنع ما بيديش للتاجر على طول فيه سلاسل فيه تجار تجزئة فيه تجار جملة فيه سلاسل تجارية فيه شارع عبد العزيز فيه مش عارف ايه من غير ما اقول أسماء محلات أو أسماء سلاسل احنا بنشتري منها فيه فيه ليلة كده وفيه متحكمين وفيه سمسرة في النص الجزء ده فيه شغل قانوني في السوق مش عيب انك تبقى سمصار تاجر تجزئة تاجر جملة بتجيب من هنا بتحط هنا العيب والغلط والمخالف والقانون ايه انك تكون بتتربح ان تبقى الحاجة موجودة وانت بتعلي وبتستغل حاجة الناس لها وبتضرب الحاجة تمانها في اتنين والناس مش تلاقيها وتخبيها طب انت حبيبي انا هجيب لك الغسلة دي بس هي ايه مش عارف ايه بقت صيغة كنا بنسمحها كتير البداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها في هذا السوق واللي بيشهد نموه كبير خلال الفترة اللي فاتت وطبعا لما تتبعوا هذا الكلام لقوا بقى موضوع بقى هذا بقى التصبيط او التنظيم او التلاعب يعني عشان كده بقول لحضراتكم كل التحية والتقدير لجهاز حماية المنافسة تباين للجهاز من عملات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات وده شغل يا جماعة بياخد وقت مش يوم وليلة عشان تثبت حاجة لحد وتبقى قضية محترمة ويبقى فيه ادانة بياخد مجهود من الناس دي جامد شملت مراجعة ما يزيد عن عشر تلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجارة على مستوى محافظات الجمهورية مش القاهرة بس وجود اتفاقات عفوا وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين معهم على تحديد حد ادنى للسعر وهو الامر الذي يمثل حد ادنى للسعر لعادة البيع لبنود معينة وده بقى اللي بيفتح لنا موضوع المخالفات الاحتكالية والاسعار والكلام ده كله والشغل اللي تم طبعا الكلام ده قلت الوقت ومزيد من جهاز حماية الاحتكار وجهاز حماية المستهلك وجميع الاجهزة الرقابية المصرية للوقوف امام هؤلاء الجاشيين والمستغلين والمحتكرين ترجمة نانسي قنقر